موسيقى السلام عليكم أول حاجة مرحبا بطاقم ديلة المولاتي عندنا في البيت دينا معكم سوكينا الطائري متزوجة ومولاتي في اليوتيبر السلام عليكم معكم محمد هواري يوتيبر مغربي وكما قلت سوكينا مرحبا بطاقم ديلة المولاتي عندنا فطار ونتمنون ان شاء الله يخفف على قلوبكم صراحة من بعد الزواج تبدلوا بثاف ديلة الحاجة وكذلك الانسان الذين يدخلوا مبغيتي والديل اللي بغيتي وصوق وكذلك مسؤول على أسرة تكون قيمة الواجب تكون منظفة بثاف ديلة الحاجة لكذلك الأسرة ستكون الحمد لله ونصيحة الأعمال التي نقدمها لأزواج هي من المور الزواج لكي يكونوا بشكل جيد لا يكونوا الخلافات لا يكونوا المشاكل والمشاكل الزوجية والإنسان يحتروا على بعضها لأن الحياة الزوجية فيها واحدة جيدة للناس والممساكل والممساكل كي يكونوا المساكل بشكل جيدة ونصيحوا بشكل جيدة ومساكل جيدة يؤدي للخيال ويجب أن يكونوا المساكل يمكن أن يكون الصبري قادمة على واحدة ومراك 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 وإن شاء الله يكون شيء مزيد وبالنسبة لي كيف تبدل في حياتي كما قالت محمد زواج يريد الكثير من الحواج في حياتنا خاصة نقول لهم مسؤولين كانوا نقوم بذلك الدور لكي نرى الأم أنك تقوم به في البيت خاصة نقول لهم مسؤولين حاضرة الكبيرة والصغيرة خاصة أم الأطفال خاصة تعرفت التربية خاصة تعلمي الصبر مزيد فهو أهم شيء الذي سنجح العلاقة الزوجية هو الصبر بالصراحة الإنسان لا يوجد حياتي يكون لديه طموحات يريد مستقبل يريد مدار يريد مدار يريد مدار يريد أن يتعلم حياتي لا يتنتهي يريد أن يصل إلى شيء يريد أن يكون مدار قد يتعلم في مستقبل لا يتنتهي من الأحلام في الحياة الإنسان لدينا الكثير من البيت ولم يظهر البيت وازلنا البيت أفقنا بهم وتوفيق الأجمع كما قلت لا تعلم من الأحلام وما يريد تفنز في كل مرة أعطى شيئا تبقى تضرب عليها لكي تحققوا ذلك وعندنا الكثير من الأحلام والطموحات يتحقق لنا والطموحة التي نسألنا بأن الإنسان يصبح علاقة بالله قوية ويصبح مواظب على الحواج التي توجد في الإسلام لكي تحططها سيدة ربي يدر لي طريقة للإسترفع القدام لا تكون شيئا بإذن الله لا تبعيد على الله عادتان يراها وكذلك تريد الكثير من الأحلام من أن الله سبحانه وتعالى لا تسترق بهم اكثر عن أحد ما قلت لكم بعد ميدиной للدنيا الحمد لله حقنا بثالت الأحلام في حياتنا ودرنا الحمد لله دوائرة النبوحة التي تكون عند أي إنسان الحمد لله تساعدنا القدامون على روصها وعندنا ويدنا وأن الله سبحانه وتعالى من الاحلام هناك الكثير من الاحلام فكرنا بجوش فينا فكرنا بجوش بمشي الديار المقدسة كما قلت يا محمد ترى كثيرا تسروا لك في الطريق الديار و تربيه هدائه و مليك و اسميته هذا يكون شوية بسيط يعني تمشي لذلك المقام و تطلب سيدة ربي و تتقرب من الله سبحانه وتعالى الفكرة للعمر صراحة كانت محبوبة بجوش لأن أي مسلم يحب أن يمشي لك البلاد أي إنسان مسلم يحب أن يتقرب من الله سبحانه وتعالى و تتقرب من الله سبحانه وتعالى و تتقرب من الله سبحانه وتعالى و تتقرب من الله و تطلب الله مننا و يغفر لنا أي حاجة و يسترنا أمورنا و يستر جميع المسلمين و كما قلت لكم نتمنى من الله يتقبل مننا هذه الزيارة لذلك المقام إن شاء الله صراحة الدورة الأبوح المسؤولية المسؤولية اللي صعيبة تقارد البلول عندك يطيح و تجلب لي عندك سخانة إلى مرض خاصة تكون رد معه البال إذا كانت لأمه وتعالى يجب أن ترد لي البال الدورة الأبوح المسؤول والله يسمح لنا من الوالدين الذين كانوا مساكنين معنا و كبرونا و تسمحوا بكثير و تحقهم بشيء بعد ذلك تحسوا الدور الحقيقة للأبوح المساكنين و تسمحوا بزيارة حتى يجب أن تسمحوا بزيارة و تقولون أن أبوح المسؤولية و تقدروا تضحي بأخت كامل و تضحي بزيارة و تضحي بهم و تقول أن أبوح المسؤولية و هناك حلاوة و ترى أحد الوليد من نكة يكبر قدام و تضحك معه و تبدأ معه و تبدأ معه و تدير معه و نتمنى إن شاء الله يكون أحد الوليد من الناس صالحين و نرى إن شاء الله شكرا و تدير معه و تقول أن أبوح المسؤولية و تبدأ معه و تبدأ معه و تقدر معه و تفرح هذا المسؤولية و تحاول أن تفرح و تحاول أنه و تقوم بعمله و تبدأ معه و تحبه و تشاهد كارمان أعطيهم من خطيوة أو يريدون إحساسي ومن أم أو أي أم أو أي كوب المزوجين يرزقهم الله بالدرية الصريحة لكي يعيشوا هذه الإحساس إن شاء الله وكما أردتكم سعيد هو على الصعب لأن دائما تشاهد بأس الوصف وكما تشاهدون بأس الوصف تخاف أن مسؤولية تفعلها أو لا تفعلها تريد أن تكون صالحة لا يكون إنسان يخايب يتعد لك إذا كان يخايب يقول أنه أنا أم المسؤول على الأكبر أو أنه أم المسؤول على الأكبر يجب أن تكون صالحة في المجتمع صالح بينه وبين الله سبحانه وتعالى ونتمنى أن الله يفقنا هذه المسؤولية التي نرى المسؤولية للأطفال لا أردتها وأي كوبل يتمنى أن يكون لديه ولدات يرزقون إن شاء الله بهم وما زال لا يرزقون الله بدل فرحة هذه اللي يسترل إن شاء الله فيها موسيقى 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 لا قيل الله بشيء من أحد يحسن منه لاحقاً لن يكونوا بجوجكم مسؤولين ونحن بغير الخير بعد إياتكم ونحن بغير يعني أن الله يكمل عليكم ربك يكمل عليكم حتى أنتم لا تبغير الخير بعد إياتكم أما لن تجدون أشياء إنسان التي تفكرون أنت تفكرون في رأسه لا يصبع هناك الكثير من الأشياء أما أنت تكون المدونة سوف أعيشون حياة خيبة وإذا لم تكن يحسن حياة خيبة فأنتمنا إن شاء الله كما قلت لكم الجميع موسيقى 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 لكن إذا أطلقوا للناس لا يحتاجون لك المدونة لا توجد شيئا يعني ربك يسهلوا في طريقهم يتصبروا يتعيشوا بجوجه يتحققوا طموحاتهم ويزيدوا الكلام تجدوا الجوجة لا تفهم ربك لا تكملوا وفي هذه الساعة سوف يتحققوا في المدونة هذه جديدة أمتمنوا التوفيق ياربو الجامع ياربو موسيقى ما شاء نقول لكم ما تتسير هذا تتسير من الله سبحانه وتعالى الحمد لله لأنها تكون طالة دمانة كنت صبارة لأنها تحترم وإنها تسبر وأهم شيء نقول لكم في الزواج هي احترام إذا كانت تحترم مرتي وعودتاني كانت تحترم مرتي وعودتانية لأن هل كانت مشكلة زعمة حقا شراء الحياة كانت تتحرموا بعضياتكم وما لا تستطيعوا تخسروا بعضياتكم الخاطر بشكل كلمة وعودتاني فلن تساعد لغضب لن تكون لما حقا لن تستمر الحياة كما تتوقع وعودتاني شيء أخر هو الصبر ما الذي يصبح عليه الدم أو لا تقوم بصبر عليها و سأقوم بساعة أخرى و سأقوم بحضياتكم ستحاولون ما أمكن أن تبدلوا في بعضياتكم لكي تكملوا على علاقة عادتكم بالنسبة لي سألنا في هذا السؤال الصبر هو كل شيء نحن نفاهمين أن نصبر بجوج كان هو يصبح على الدم و أنا يصبح على الدم و كان يصبح على الدم و هو يصبح على الدم لا أعرف ما نقول لكم هل تريدون الخير لبعضياتنا بجوج و يريدون أن تتشاور عليها بجوج و نفكر فيها بجوج و لكن لن تكون صغيرة من ضرورة و أن تتشاور عليها بجوج و صبر هو كل شيء كما قلت لكم الأزواج يقومون بحلل أحد الشخص هم أحد الأسرة الأسرة يجب أن تكون أزواجين يجب أن تكون معاونة بعضياتهم يجب أن تكون الضواجين كما الجسم يجب أن يتكلم والدماغ الصنوات لأنه في قavant معنى جديد عل있اء الإيجاب للقعادة هو بالأسرة ما اليوم تحاول ان الانسان يقبل دائما ان يدليم أن الانسان يجعل الطوّة الذي سوف يكمله ويلائيا تكون أحد الأسرة التي تفهمها وتكون زوينة والله يوفق جميع الأزواج والله يوفق جميع الأخوان دينا إن شاء الله في طبيعة الحركة كما كنت لكم حتى ساشت وحتى ثلاثة الخدمة ديالتنا في وتيب تايب حتى شكل الأسرة كما كنت لكم أخصتنا لها وين عاونها وكل شيء نتعاون فيه شيء يمونطي شيء يصور شيء يجيب الفكرة وغاية كواكباش إن شاء الله تكون أحد الأسرة التي زوينة والهدف أول هدف من يوتيوب هو أن نتعاون بأن الحياة الزوجية تكون زوينة بنيا على التفاهم وإخلاص وإحترام ويستفدونا هذا الشيء لكي نحاولونها ولم يرمون الفيديوات لا يرمونها ولم يرمونها شيء يستفدونا من الناس الذين يرمونها سيرمونها شيء يستفدونا بما يرمونها وعندما تحاولون أن تشارك مع الناس الطاقة الإيجابية لكي تكون هناك الطاقة الإيجابية تقيسهم وينوضوك ويتحررك ويدور شيء يحواجه ونتمنى إن شاء الله لا نكون أحد الأسرة التي تتقال على القلوب ونحن نعم لدي أمياتي لدي أمياتي لطبخ ونحن نطيب كثيرا ونحن ندخل كزينة بداع نطيب شيء وصفها جدادي ونكتشف شيء جديد ليس لدي أمياتي مع الطيب بصفة عاما لك يا سور لدينا أزوغ لدينا أزوغ لدينا أزوغ طيب الله صراحة الحمد لله أخوك ما كان عاما بزافة انتقادات الحمد لله للناس اللي متبعين ومن بعد في الفيديو تحاول أن تشغل الانتقاد صالح وتزيد القدام لأنه بقيت من غارق على رأسك لا تزيد الخطأ لا يمكنك أن ترى الناس المتواجدين لأنه من حاكم إذا لم يتم إجراء هم يمكنك أن تزيد الخطأ يعني تطلق الهضراء والتجاه وتطبقها وتجاهل حيث تزيد الخطأ لأنهم يريدون أن يرون فيديوهاتكم وتحبهم في فيديوهاتكم وتباليون أن تصنطي الأفضل وصراحة بعد مرة يقولنا ويقولون أنه يكون هناك خطأ ونسلحهم ونرى كثيرا لأنك لا تتعرض الخطأ لأنهم يستطيعون بالأخوة الميدي الفني صراحة الميدي الفني لدي في الوضع الحوالي لن أردت شيئا عن فترة لا أردت شيئا عن شيئا شيئا بعين أعتقد أن سأعود للميدي الفني لا أردت كل شيئا عن الإنسان أعتمد أن أجد أن أردت ليس لدي القرار وردت الهدى المترجم للتأكيد لن يكون لدينا نستثمت ورميش بشكل جيد ورميش بشكل جيد ورميش بشكل جيد ورميش بشكل جيد وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت لا تكتر لتفترض المؤين رسالة لنا الجمهور يريدون خير لبعضياتهم لأن الله سبحانه وتعالى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه يريدون خير لبعضياتكم لكي تكونوا قرار من الله سبحانه وتعالى وحتبش ربي يصير لكم طريق لكي تكونوا قادرين في أحد الحياة التي تكون مرتاحة فيها أما أنك ترى في أحد صاحبك أو جارك أو صديقك أو كل شيء ترى فيه ومحمج النجاح ستتمع ملكة النجاح لأنك تركز على النجاح لكي تركز على النجاح لكي تريدون خير لبعضياتكم نعيش في أحد الحياة التي تكون زوينة واحد الحياة التي تكون مسالمة بيننا كاملين نتعاون مع بعضياتنا لأنها لا تصفق لتعاون وكما في الزلزال الحمد لله رأيكم المغربة كاملين نعضوا تعاونوا مع بعضياتهم ما يقدم مساعدات مادية ما يقدم مساعدات معناوية الحمد لله كما تكون حياتنا اليومية نعاونوا مع بعضياتنا لكي تنزيطوا القدام وكما قلت لكم في الأول نتمنى نكونوا ضياف خفاف على قلوبكم وانتمنى ان شاء الله ربي يستر الجامعة لا تنسوش تزورونا على الصفحة الرسمية ليلة مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب لكي توصلوا بكل جديد